دولة أولاً نطلع على الأوضاع في غزة بعد فترة طويلة غاب عنا سيادة اللواء الدكتور سيد غنيم زمين أكاديمية ناصر العسكرية العليا ورئيس معهد شؤون الأمن العالمي والدفاع والأستاذ الزائب النيتو والأكاديمية العسكرية في بروكسل والذي ينضم إلينا من توكيو برحب بحضرتك سيادة اللواء أهلاً بيك دكتور معتز أهلاً وسهلاً أهلاً بحضرتك خليني أبدأ ب... كنت أسأل حركة الأول عن أهم التطورات الميدانية على الأرض في غزة وفي الإقليم بصفة عامة لو حضرتك مهتم أنك تبدأ بأي حاجة أو تعلق لحاجة أنا قلتها اتفضل حركة لك يعني مطلق الحرية اتفضل يا فنان بسرعة شديدة إذا سمحت لي طبعاً أن الصين وهي الأقوى في المعسكر الشرقي لا تعتنق فكر التحالفات ده نقطة شديدة الأهمية قد يكون هناك اتفاق على التهديد ولكن المعسكر الشرقي يتميز على المعسكر الغربي في شيء المعسكر الغربي يتفق على المصالح يليه الاتفاق على التهديد المعسكر الشرقي يتفق على التهديد وقليلاً ما يتفق على المصالح ولذلك يكون مدى شراقاته أو اتفاقاته قصير لأن التهديدات تختلف من وقت الآخر النقطة الثانية أن الحرب العالمية لازم يكون فيها شيئين مهمين جدا كما حضرت تعلم وهم أن يكون تحالف ضد تحالف ونحن الآن قصرنا فكرة التحالف المعسكر الشرقي أما النقطة الثانية أن تكون في أكثر من بقعة إقليمية في آن واحد وهو ما لا يمكن أن يتم في الوقت الحالي من خلال تحالفات وليس من خلال صراعات مختلفة بس ممكن حرب إقليمية دكتور حتى الحرب العالمية معناها تحالفات دولية ضد تحالفات دولية حرب إقليمية تحالفات إقليمية ضد تحالفات إقليمية يعني حرب أمريكا ضد العراء لم تكن حرب عالمية حرب تكتل ضد دولة حرب إسرائيل ضد إيران طرفين يعني الحرب الإقليمية مفهومة الحقيقي زيها زي الحرب العالمية تحالف إقليمي ضد تحالف إقليمي فلا أعتقد حتى أن تكون يعني مثلا حرب إيران والعراق حضرتك ما تصنفهاش حرب إقليمية دي حرب دولتين لا يمكن لا يمكن لأنها ليس تحالف ضد تحالف الذي يرتبط بمستوى الإقليمي أو الدولي لابد أن يكون تحالف ضد تحالف ده مهم يعني ده القراءة العسكرية للموضوع تمام طب أستاذناك ست اللواء نروح لما يحدث على الأرض سواء في غزة أو في المنطقة برغم كل ما تفضلت بي حضرتك وما علقت بيه مع حضرتك الآن على الدائرة الأوسع نكد أن غزة لا تنسى وأن الاشتباك مستمر وأن مساعي نتنياهو لتجاهل غزة لم تنجح بمعنى أن القصف الجوي مازال مستمر في بيت حنون في الجبالية في مدينة غزة حي الزيتون تل الهوى تخيل حدث كل ده في الشمال الشمال القطاع اللي بنقول عليه مات من زمان مات كلينيكيا قررتالي وفي نفس الوقت دير البلح والمغراقة والزهراء والنصيرات حتى المغازي مخام المغازي لو تفتكر حضرتك مازال خاني يونس اللي تم سحب الفرقة 98 منه فيه قصف جوي مازال عليه لأن مازالت أو التواجد على الأقل الفصائل الفلسطينية موجود يدعى عن ذلك القصف المدفاعي ولكن أقل نسبيا بس موجود شمالا وفي الوسط وفي الجنوب على السواء ولكن في مدن أقل القصف البحري لم يحدد بالضبط ولكنه تحديدا في وسط القطاع في مكان يعني لم يحدد بالنسبة لي لم نرصده بدقة لكي نكون دقيقين مع حضرتك الاشتباكات كانت في جباليا تحديدا الاشتباكات كانت محدودة في النصيرات في الوسط أما جنوب القطاع لم توجد اشتباكات بين قوات زي ما قلنا بعد سحب الفرقة 98 دي يمكن أهم الملامح اللي ظهرت على مستوى القطاع طب يا فنم إيه دلالة تشكيل وإين احتياطي جديد هل إسرائيل بتجند قوات جديدة لعملية مستقبلة والمستقبلية وطعا بالتأكيد هتكون لها علاقة بشكل أو بآخر بالاجتياح البري اللي رفح شوف حضرتك انت عايز تقول كلمة مهمة كمان أنا ملاحظ من سؤال حضرتك المهم منين بي يعني يسرح قوات يسرح نقولنا نشيها خالص ويرجحها تاني إلى قوة الاحتياط عشان تساهم في القطاع المدني ثم منين يعبق لوئين أنا شايف أنه ما فيش تنقض أوي لسبب أنا آه باخد قوات أنهت مهمتها أو لم تثبت جدوى في قتال جديد أو يعاد تشكلها إلى مكان آخر بحجم أقل يعني لو قلنا أن فيه فرق احتياط ممكن أخلي منها لواء أو اتنين وسرح الباقي لقوة الاحتياط للمساهمة في القطاع المدني طب ليه أشكل لواءات جديدة واضح إسرائيل بدأت تفكر ودي لابد الجيوش العربية تفهم إسرائيل بتفكر إزاي يمكن لو أنا أصبت أقول لحظة كالآتي بتحاول تشكل وحدات غير نمطية احنا عندنا الجولاني والجفاعات والنحال ليست قوات خاصة لكنها ذات تنظيم خاص ممكن أن تنفذ مهام خاصة وفي قوات خاصة ليه زي المزلات والصعقة وإلى أخرى تمام فانديم طيب فيه بقى قوات غير نمطية أني ممكن أستخدم القوة في أكثر من مهمة وفي أكثر من اتجاه تكون ذات مرونة عملياتية يعني فاكر هاشومير اللي هم بتوع الحراس اللي رفضوا وقتلوا فاكر حضرتك وقال لك أن دول متمردين لكن تبقى أن القانون كان لهم حق في المحاكمة العسكرية أن لا يطبق عليهم المحاكمة أنهم مدربين للحراس وليس القتال فقال لك لا أنا عايز أشكل قوات تدعم مثلا الفرقة 143 دفاع إقليمي اللي هي فرقة غزة أنها تشارك في الدفاع الإقليمي تشارك في اللي هي تأمين المناطق العزلة وتكون قادرة مثلا من داخل المناطق العزلة على تنفيذ مهام عملياتية في اتجاهها أو آخر خاصة في المناطق العزلة اللي هم بتقسم القطاع الشمالة وجنوبة طب هل ده معناسة اللي هو أنه فعلا هو بيفكر بمنطق أنه كيف ننتقل لمرحلة الاجتياح ولا دي بعيدة شوية عن تفكيره كويس كويس جدا بص حضرتك لو تلاحظ رفح ما بقيتش تتضرب زي الأول يعني أنا النهاردة ما ذكرتش قصف الجوي إن بارح مع أستاذ محمد أبو عبيد ما كانش فيه قصف جوي في رفح في رفح ده بيديني دلالة اقترابا بقى بسؤال حضرتك القوات دي قادرة أنها تقاتل زي ما قلنا في أكثر مكان في أكثر منتجاه بأسلوب قتال مختلفة يبقى أسلوب قتال غير نمطي تبقى أحداث غير نمطية ده بند البند التاني لاحظ حاجة فندم نتنياهو أعلن إنه هو حدد الهجوم على رفح فقد يكون في بعض الإجراءات الخداعية تمت بمعنى أنت عارف الخداع التكتيكي بيكون مرتبط باتجاه الهجوم الخداع الاستراتيجي اتجاه ممكن وتوقيت الهجوم متى طب هو محدد التوقيت وإحنا ما نعرفوش هنفترض ذلك طب اتجاه الهجوم هل هي روح في اتجاه رفح أو لا يبقى ممكن القوات دي اللي هي بتشكل جديد تكون ستساهم بشكل بعد سحب الفرقة 98 لأن احنا نتوقع نتوقع أن الهجوم على رفح الاحتمال للسيناريو الأكبر بقوات خاصة أو بقوات ذات قتال مختلف غير نمطي فقد يكون فعلا أنا أتفق مع حضرتك قد يكون قد يكون جزء منها أو جزء منها كبير يعني ولكن في صورة أعمال خاصة ممكن يشارك فيه الهجوم على رفح اشتركوا في القناة